على اليمين يا ومشاهد فعلاً الأجواء أجواء رعب والساعة دخل على 2 بالليل والواحد بيسجل الفيديو ويعني أرتكع إلى اللي أنا مفيش أي حاجة تظهر له وبيسجل بس نبدأ في الفيلم شون رودي يوتيوبر تيكتوكر استريمر كلب فيوز كلب فلوس كلب سبسكرايب واشتراكات صحة مشاهد ما تعمل سبسكرايب المهم مشهور برحلاته في أغرب الأماكن وزيارة معالي من محدش بيروحها بعله دلوقتي كاميرش وقال لجمهوره هيعمل استريم مباشر وهو في أكتر بيت مسكون في أمريكا فليه هذا خدوا معاه ماء مقدس صليب ملح سوم خنجر من الفيضة في شرط إن أي صوت هيحصل لازم يروح يسمع صوت ده جاي منين في البيت وإلا الاسبونسر هيقفلوا معاه الإعلانات 5 4 3 2 1 استريم بدأ واخد تسجيل معاه يعمل بين موسيقى وأجواء الصور بتاعه ما بيبدل ما بين اتنين من الكاميرات بصورة شل حكتين من العربية علشان ما تمشيش ولئن أبو جمال زيرو في يعني في الحاجات بتاعة العربيات هو مش فهمه واشا ليه يقترب من قصر تبنى سنة 1880 من راجل غني البنته ولاته تسمى بنته دي ملدريت وقال لك من فترة في جثة تلاقي هنا في المكان بس الفرنزة ما تقول كاليت وشها وأم حط الكاميرا مكان الجثة وضفها لباقي الكاميرات اللي بتشتغل إنه أتنور في الضلمة اتمشى واتمشى الحين الوصول للباب بس الباب مقفول فقصره عشان يتفتحه دخل البيت كانت الأجواء مرعبة أفل الباب بإفل وأم رمل مفتاح في فتح التهوية كلام في كل مكان ونقى شاطع الحيطة وفي ميناء كلام اللي هو هيل بيميسا عيدني بيفتح يقرى الكلام بتاع المتابعين ويشوف بيقولوا ويه علشان يقوي قلب أول واحد قال لك أنا ملحد يعني برا عني نفس الكلام ده فقال لها شجعه على الإلحاد وأم دخل في البيت وتمشى والمنظر تحسه إنها لعبة حاجة في غاية الجمال المم كان دخل قوضة من قوض يعني اللي في النوم وبالبلاستر اللي معاه ثبت الكاميرا في الحيطة وحكي إن في واحد سنة 1910 كان ساكن في البيت يسمى ماكس المم ماكس عشان ما طولش عليك كل يوم بيحلم بحلم بواحد طويل ويصحي يقول لسه الماء في البركة وفي يوم ماكس هو نايم مات مات هو نايم ومات وهو في نفس القوضة دي وعلى نفس السرير خد لبالك بقى من الزاوية دي انت فاهمني اللي عمال يبص على الكاميرا ويبص على الزاوية ما كانش مكتوب عليها أي حاجة في الكاميرا بس فاجأة دلوقتي مكتوب عليها الرجالة في البس بتقول له عايزينك تضمر الدنيا ولكن وابلومه ومش بتاع أرواح ويدوب جاي بس بيعمل قصار الجدل في المكان طلع لفوق شوية في القوضة ولاد ملدر الساكنة الأصلية للمكان يعني دي القوضة بتاع تولاد ملدر قال لك كانت مخلفة هنا تلات ولاد والحد ما هجهز نفسي شوفي الفيديو ده فيديو عن بنت أصنق حاجة دي أنا كان حاجة تصوير كده يدي كومنتر كده وصائقية ماشي والبنت دي قالت انها شافت حاجة في القوضة وقامت طلعت تجري جهز الكاميرات وقام دخل الحمام حمام طلان الصنع مصنوع في إيطاليا تم صنعه عام 1950 به صرامت من أجود الأنواع يقش بس البانيو ده مرهك شوية فأمر أزع فوق الحمام كاميرا كمان وشغلها وأضفها لإخوتها وبعدين شغل فيديو كمان للمتابعين إن شوية الناس كانوا بيصوروا هنا من زمان وكان الكلام بتاعهم وما بيكلموا كان في الصوت خفيف قوي وراهم بيقول ماما ولما بيجرب إنه يعيد في الأصوات الصوت برضو كان بيقول مياه البركة لا تزال مش شويتين وقال لك مديريا عاشت هنا ثمان سنين وكانت بتكتب قصص حب وقام حاطت كاميرا في الطرقة بتاع السلم ده لا يزال كلب فيوز بعد إذنك اعمل لايكة مشاهد ماشي عشان تفكر المهم كلب فيوز ماشي في البيت ودخل قوضة وفيها خزانة بتاعت ملابس فضوله خد يشوفها ايه فلاقى في إيد مرسومة على خشم خسرها ورماها وقال لك لعني لو أنا موت هتبقى بسبب هذه الرسمة المريبة حط كاميرا كمان في القوضة بيسجل ويكلم المتابعين وبيعرض البيبس ده يعني بتاع إعلانات وإعلانات وشغل من ده المهم الرجالة في الكومنتات بتقول له يمشي يسيبي البيت وبيقول لهم لا أنا هنا لاستفزاز الأشباح أنا هنا لإصارة الجدل يا أنا يا هم مش خطوطين وبيقول لك إن في ناس ماتت في البيت ده كتير والأسطورة بتقول إن أرواحهم لسه موجودة في البيت دخل قوضة أطفال كان فيه لعب على الأرض بعدين فسوا الخبط كده بس يعني بس مش عارف من اين بدأ يصوت ويجرز الحومل من المكان دخل قوضة وحط جردل أموم الرجالة في الشات عملة تبعت له تقول له فيه شبح كان ماشي وراء مش عارف ويه الحق ومش عارفه وبعتله برضو في الصور بس وهم كانش مساد ومفقرة أن هي فوتوشوب قال لك إحنا فيها أم رجع البس جداً متسجل وفعلاً كان فيه شبح كأنها هالة بيضاء بيدخل الحمام معاه فنزل جارية تاني تحت بطن أمش عارف وجاب البطنة دي من المهم منزل تحتية فوق كومنتات برضو يا ابن اتوقف عن هذا وروح فقال لك حب الناس يمنعني ولو سبول صار برضو بتاع الفيديو هيمنعونه ويخسرون شوات أرباح فجمد قلبه وبيطلع من الباب بتاع الحمام بحصر خرج ما فيش أي حاجة في الضرق بس سمع صوت خطواته كان فيه حد فوق بيمشي فبدأ يصوت ويهرع ويجروا الأوضة ويقفل على نفسه للحظات من الرعب تدخل عليه لا دي واحدة من المعجبات مشاهد هو كان فرحان بوجوده بس لا مش يمشي بس لا وكان فرحان بوجوده وخلاص خليك معنا قالت لك انا جمعت شوات معلومات وحاجات انت قلتها من البس انت فاهم فعرفت المكان بتاعك وفضلت ماشي الوعد لحد ما وصلت لك فما رضيش يفهم اول حاجات اللي جمعتها من الكلام ليه بقى ما لو فيهم الناس اللي حواريها هتفهم ففي ناس هتيجي واب ووزله البس هو مش عايز كده بس هو عمو ما نقلها كده البس بس ويجب ان احنا نمشي قالت له لا استنى خلينا شوية وبعدين اللي سبونصر ممكن يقطعوا عليك رزقك فال مش مهم بيبص على اللاب لا خمسة مليون بيتابعوا البس لا طب تمام خلينا شوية وكان عامل استفتاء هل البنت تفضل ولا لا بس قالوا ان هي تفضل معا فرحت بانها تفضل ماشي وشعلق كاميرا يا كمان في دماغها وبدأ ينزلوا من المكان بس ياف ظهره علشان يشوف بالكاميرا اللي في دماغه انت فاهم يشوف من قدامه من وراء فضل ينزلوا تحت وما الاتنين وفاجأة كريس كريس ديليا البنت فاجأة تختفي ما بقيتش موجودة بيدور عليها ما ظهرتش بس لا ظهرت يا مشاعة ما تودش تقول لي انا صح وعرفت انها شبح من الاول لا دي كانت بتعمل مقلب فيه وفاجأة ظهرت وفاجأة تصوت كريس هو افتكر في الاول شبح جنبه في الوضع بس لا ده مكان كان مستخبي المكان ده كان نازل لتحت نزل لتحت وهو برضو بدأ ينزل معاها ونزلوا لقوا صندوق كبير ففتح الصندوق لو برضو كان فيه صندوق وشوية ملابس حواليك بس الصندوق الصغير هو مش عارف يفتحه وفي كتاب في قصائد المهم طلوع من المكان للصار فيه ورقة كده كان حاططها في الشنطة يعني ايه بيلفها بيلعب مع المتابعين يعني وكان مكتوب بعد ملفان هو يلعب لعبة ويجا كريس قالت له قول في اللعبة يعني شعر من الموجود في الكتاب بس هو مرضيش قاعد يقول انا قولي اقولي فقالت له انا عارفة زي تعويزة بس يعني كنت قريطة على النيت بتاعت سلام فبدأ انه هو فعلا يقول الكلام كانت بترانيم مختلفة وبلهجة غير معروفة وهو بيردد ورعها وفجأة سمع صوت خبط جاي من فوق فالله اطلع انت يشوف فيهاي ماشي واحنا هنشوف من هنا بالكاميرا اللي في دمالك طبعا الجمهور في البس كان بوله ان انت يا جبان بس هو مش كبان فقال لها كمان ان لازم حد يطلع علشان القاعدة بدول كده بتاع الاسبونسة المهم فعلا كريس بدأت ليطلع لفوق ويشوف كريس في الكاميرا ملقاش كريس كانت اختفت فطلع بنفسه ببطء يشوف هي فين كريس لتظهر كريس فجأة وتخوفه وترعبه فاستغرب بقى انت بتلحقي تغربه وتروحي فين انت جيتي اصلا وعارفها المغبأ يعني والمخابق بتاع المكان ولسه بيه فهم كريس راح اتعضاف رقابته لحد ما الدم نزل منه شاف حاجة جنبه راح ضرب كريس في رقابتها نزلت قدامه كريس بتنزل في دمه هو نهار بس قاتل البنت في بسه المباشر قدام ستة مليون واحد قابة يصوت قول لك كلمه البوليس او انا راح اسلم نفس القرب مركز الشرطة ونوا ما كانش يوصل ان هو يقتلها بس وهو بيخرج ملقاش جسد كريس كريس جنه واختفى بيتمشأ والخوف بيرعش في جسمه ولقى باب بوضة فقام فتح الباب وصمح صوت فقام دخل جاري على الاوضة الناس في الكومنتات بتقول له هرب وسب المكان فهو بقول له ان هو مش عارف يهرب واحد من المتابعين عمله فيديو وقال له فيه الرسمة اللي قدامك دي لانت رميتها كان اسمها رسمة الهمسة ومعروفة في كل الديانات وبتستخدم في انها تمنع الاروح الشريرة في بما انك قصرتها في اول الفيلم فزي كده اروع عليه الفتح على رجالة بدأ يمشي وهو مش مستوعب وبيبصه هو ماشي الكاميرات ويمكن في حد وراه يغفره وماشي بيشيل الكاميرا لقى كريس فوق دماغه بتخنق فيه وبتحط مش عارف صباح افما انا مش عارف كيف هف كده بس كان بتحطه صباح افما انا خير فرماء من فوق السلم نزلت مكسرة نزل جاري يجيب المفتاح من باب التهوية بس ملقاش مفتاح القفل بس ليه مفتاح تاني فبرضو يجري دخل قضى وقفل على نفسه الباب بدأ يكلم من في الباس وقالف ان مليردر هي كريس وفي الباس سألوله افتح بالمفتاح صندوق صغير في اللواء كان لقاء فاتحه لأ اصباع بتحدي كده كان حدي قديم بس اصباع يعنيه بقيله فترة هنا في الصندوق المهم خرج برضو بخطوات صغيرة ليه حد معده قدام الباب فبدأ يجري الفوق ويطلع وكان خايف وصوت انفسه بتلاحق بعضيها فطلع في اوضة وبيربط حبل لأ زي في جس على السرير وفجأة جوسة تطلع في وشه فضل يجري برضو وتشنكل بالحفل في الطرقة دخل اوضة ماشي برضو يشوف المتابعين وكان بيقول برضو للمتابعين ان اي حد يتكلم له الشرطة وفي واحدة بعتت له فيديو وهي واستاذة في جامعة في لغة لاتينية وبتقول له اللعنة اللي انت قريتها مع كريس تحت في معناها يعني ان انت كده بيحتروحك للشيطان او بيحتاج لكريس وهو بيشوف الفيديوهات لقو صوت جاي من تحت ويبص لقي كريس من تاني المرة دي فضل يجري لحد منط من فوق نزل تحت بره البيت كل حتة فيه متكسرة ووشه بايز ورجله متقطعه فيها جرح كبير والمتابعين بقول له يعني غير عليها ولا اعمل اي حاجة على الجرح ده المهم فضل يجري ويخرج من المكان لها شبه تاني فوش وعلى ارض والمرة دي ظهر رجل شرطة بيقول له ان انا اتبلغت وجاء ساعدك فبرده وامش واصق فيه وبعدين في ان العربية شرطة بتاعته فضربه في حيثة انا مكنت شعرف انها موجودة عند الاشباح وبدأ يجري ويدخل العربية وبيرايب برضه بالكاميرات الدنيا حواليه ورحمة الله كاميرا صغيرة شوية يشوف الدنيا ورا فيها ايه والناس برضه في الشات بطوله ياب نخرج وحد بعتله جديته في فيديو بطول انها كانت محبوسة في نفس المكان وطريضة اشباح بس عارف الطيارة عشان الهامسة اللي كانت موجودة بس لما عرفت ان هو دمرها قالت لا بس هو كده هيموجد بعدين حفيدة اسألها ازاي يعمل واحدة جديدة فكانت بتتكلم ببطء وعملت ارغف حاجات دفع وهو يقدم ويصرع ويشوف الكاميرا الصغيرة لو في حد جاي ورا ولا لا وقرب قوي منه شبح وبلعبة زي المسدس اما ضربوا بيها ويحاول اتخلص منه امر ما بس التاب بتاعه كان باز فبيشوف الكتاب الصغير فوقعت منه وراه المهم في الورقة كلام انه عزاي يختم شبح وانه لازم يتنازل بقضحية المهم قالك برضو لازم اخلص عليها طالما مش هتسيبني جاهز سلاحه وخد الحقنة لفعل مال مقدسة والرمح برضو عليه كان في وفا اي مية كده وبدأ يطلع لفوق بس ما كانش موجودة لحد ما دخل القضاء اللي فيها اللاب ولقى لسه الستريم شغال وده شجعه اتشجع اكتر وطلع المسجل وشغل اغاني ومع الكتاب بتاعها بيتكلم بها علشان تظهر ولقى قضاء قدامه بيدخلها وما فيش اي صوت لقى فهى طفله صغير على السرير بيقرب منه وبيدلوا اللحبة طلع طفل شبح زي باي اخواته فيقول لك انا جابانه ويطلع ويجري يمشي بالكاميرا تاني ويتشجع وبالرمح وماشي ويقوم الشبح هو مختفي خاطف الرمح وضربه في رجله يجري على القضاء ولكن هذه المرة الاخيرة لانه النور بيقطع عليه ولما بييجي بيكون عينة غيرت واختلفت وكأن الشبح السحواز عليه بس هو اب بيحاول يحارب ويرجع ويلاقي نفسه في البنيو وفي الحمام وحاسس براحة ويحاول يرجع ما فيش فتمسجه ايد من البنيو ويطلع فيها مخلوق شبه وش رجل واحد صعب فيخنوه بكيس ويقوم رازعه بالحقنة اللي فعل مياه المقدسة وينفيجه في وشه المخلوق المهم طلع من الحمام وماشي ويدارع على كريس تطلع عنها في الصقف وتنط من فوق وتفضل تمسك في وشه وتضربه في الأرضها بتاعت الخشق فهو كان معه سطور فقام ضربه في الماخر اغم عليها وفضل يجرجرة لحد ما طلحها الفوق كان رسم لها الدائرة بتاعت الهمسة وبدأ يقرأ عليها كلام اللي هو كان في الورق انه يخدمها بس تروح ضربه في البنية بعد ما فاق وتروش في وشه بيرسول فقام برضو رماها وبرضو بيسحف ومش عارف ليه اللعنة ما فقتش معاها فقام برضو يعمل على السلة ويلقو صباع هو الصباع اللي كان لقى في الصندوق ويبقى دا الصباع اللي عمل الهمسة اللي قبل كده اللي هو كسرها فقال لك بس لازم فعلا اضحية فبدأ فعلا يقول اللعنة والهمس كان مرسوم على الارض وقام قطع صباعه لها الاضحية وبالفعل بدأ الشبح يدخل من الاختيفة عملها اليوتيوبر الفاشل وفرحة وبيقول للرجالة في الباس نوع خلاص عملها ما كانش يقدر عليه ليصغر من حواليه اشباح في كل مكان غير كريس كريس يدوب واحدة من العينة الاشباح دي بقي العينة ويمسكوه والنسرين يخلص والفيلم هو كمان يخلص والفيديو ده يخلص لان الساعة دخل الوقت على ثلاثة والواحد اصلا في اجواء رعبه وبيسجل فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مش هل بس ده ما منعكش ان انت ايه تستنانه في الفيديوهات القادمة تشوف الفيديوهات السابقة تعمل سبسكريب لو مش عامل وسلام برضك يا اخوان احلى مخدي بحياتي الا الشرف اضر وين ما بدك وصمر وين ما بدك وانزح وين ما بدك الا الشرف هاي الشرف يا يزيد تمام هاي بقول لك الا الشرف خلاص حقك الا الشرف